إلينا من بيروت عبد الرحمن شحيطي الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك ساد عبد الرحمن طبعا تبعنا على امتداد الـ 24 ساعة الماضية وحتى أكثر من ذلك أبعد من ذلك الاشتباكات التي حدثت على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة ومقاتلي حزب الله وأيضا مقاتلي الفصائل الفلسطينية المختلفة الموجودة على الشريط الحدود هناك تعليقك وقراءتك على وطيرة تلك الاشتباكات وكيف تربط تلك الوطيرة مع وطيرة المواجهات في العدوان الإسرائيلي على الجبل أخرى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة طبعا هناك ارتباط وثيك من ما يجري في قطاع غزة من اشتباكات أو من اعتداءات إسرائيلية على القطاع غزة ونمط الاشتباكات على الحدود اللبنانية الفلسطينية شمال فلسطين التطور الكبير الذي حصل منذ يومين وهو بدء دخول قوات إسرائيلية معادية إلى قطاع غزة طبعا حبس الأنفاس على الجبهة الجنوبية في لبنان لأن حزب الله تحديدا سوف يتدخل عندما يرى أن ممكن يحقق الجيش الإسرائيل انتصار ما لأنه ممكن عند ذلك نشوة الانتصار تجعل القيادة السياسية في إسرائيل وخاصة نتنياهو بالتحول شمالا إذا شعر بنفسه أنه حقق انتصار ما على الأرض في جنوب غزة أما الوطيرة التي ظهرت منذ 24 ساعة هي نظر أن نقول أن حافظ حزب الله على قواعد الاشتباك التي كما اسمها وهي أن يطلق النار فقط على المراكز العسكرية الإسرائيلية وعلى الأليات العسكرية الإسرائيلية وعلى الجنوب الإسرائيليين ولا يطلق نيران غير مباشرة ممكن أن تستهدف بالخطأ مدنيين أو أماكن زكادية أو غيرها لأن النيران المباشرة تكون صائبة وبدقة عالية وتصيب أهدافها كما جرت منذ 7 يونيو حتى اليوم 7 أكتوبر حتى اليوم كثيرون يترقبوا كثيرون يترقبوا ومازالوا يترقبون ويتابعون هل سيكون هناك أي تحرك عسكري كبير لمقاتلي حزب الله في الجبهة الشمالية أقصد هنا لأنه في البداية كان هناك حديث أن حزب الله لن يتحرك إلا إذا حدث توغل بري وعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة يعني ما حدث أمس لا أعتقد أنه حتى اللحظة كان هناك أخطر منه ولا أوسع منه كعملية عسكرية في قطاع غزة فلماذا لم نرى ذلك التحرك المرتقب والمنتظر من حزب الله في الجبهة الشمالية؟ نحن لحظنا أن منذ 48 ساعة بدء العملية العسكرية إسرائيلية حتى اليوم ما زالت حماس تملك قدراتها العسكرية من عمليات قصف أو مواجهات برية تقوم بها حتى هجوم معاكس وهجومات على القوة التي توغلت في المناطق القريبة من غزة طالما هذه الإمكانية موجودة عند حماس طالما حماس هي قادرة على الاستمرار بالمعركة بنفسها لا تجد المقاومة في لبنان ضرورة لدخول المعركة يعني يجب أن تباد حماس تماما حتى تتحرك المقاومة في جنب لبنان؟ ليست هذه المعادلة المعادلة لأن ما يحدث حتى الآن هو إبادة للمدنيين في غزة وهذه الإبادة للمدنيين في غزة هي ليست برسم حزب الله في لبنان هذه الإبادة المدنية هي برسم الأمم المتحدة وكافة منظمات الأمم المتحدة من مجلس الأمن إلى هيئة العامة إلى المحكمة الدولية كافة منظمة الأمم المتحدة وهي برسم الشعوب المتحررة الشعب الأمريكي والشعوب الأوروبية وهي برسم الشعوب العربية وبرسم الحكومات العربية وبرسم قبل كل هؤلاء جميعا برسم الحكومة المصرية وبرسم الجيش المصري. أما ما هو برسم حزب الله. أنه إذا شعر الإسرائيلي أنه حقق انتصارا على الأرض. فعندها سوف يرتد شمالا لاستكمال معركاته. وعندها على حزب الله أن يستبق هذه الخطوة. ويكون بمنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق أي انتصار في غزة. هذه هي المعادلة الحكومية. أريد أن أسألك ما هو الأهم والأولى بالنسبة لحزب الله الآن في المرحلة التاريخية الراهنة الحساسة جدا. هل هي قواعد الشباك التي تلسخت بينه وبين قوات الاحتلال جيش الإسرائيلي؟ أم القضية الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ ونحن نعلم أن الشعار المرفوع بالنسبة لحزب الله منذ فترة طويلة الشعار من أهم الشعارات التي يرفعها القدس وتحريف فلسطين. نعم. في هذه اللحظة لو تبرنا أن الحرب انتهت الآن. وانتهت الحرب. يكون الحماس قد خرجت منتصرة. وتكون إسرائيل قد انهزمت. بالرغم من كل الدمار الذي حصل في غزة. لأن الهدف الذي وضعته إسرائيل هو القضاء على حماس. قضاءاً نهائياً. وقتل كافة عناصر حماس. هذا كان الهدف الذي وضعته القيادة السياسية والقيادة العسكرية. حتى الآن لم يتحقق هذا الهدف. فإذا وقفت الحرب الآن. تكون حماس هي التي منتصرة. في حال دخل حزب الله الآن على المعركة. وحماس منتصرة. سوف تسرق الأنظار عن حماس. ويبدو أن الانتصار قد جير إلى حزب الله. والأكثر من ذلك سوف تعطي هذه المواجهة صفة المواجهة الإيرانية. إيرانية إسرائيلية. وليست مواجهة فلسطينية عربية إسرائيلية. الآن المواجهة هي بين العرب وبين الفلسطين العربية وبين غزة وبين العالم الإسلامي ككل وبين إسرائيل. وهذا ما نرى ارتداداته بدلا ارتداداته في العالم كله كانت في بدء النشرة عندك. ما هي ارتدادات العالم المسلم على هذه الحرب. الآن نحن أمام أصبوح حاسم أنا أعطاك أعتقد نحن أمام أصبوح حاسم. يعني ما جرى هو بدء الهجوم وليس الهجوم. المرحلة الأولى تم الخطة الأولى من المرحلة الأولى وهي تقدم الدبابات إلى أماكن حاكمة تستطيع أن تؤمن الدعم الناري المباشر للكواء المهاجمة. إذا استطاعت هذه الدبابات التي تقدمت أن تتمسك في الأرض لأن هناك هجمات عليها وستطاعت تنظيف الأرض خلفها عندها ستبدأ الخطوة التالية من المرحلة الأولى والتي هي الهجوم من خلال هذه المراكز ومن خلال هذه الدبابات. هنا المنازلة الأساسية. سعبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري وستراتيجي من بيروت.